كمان بيتس موسماني قال خلاص أنا عندي فرقة أيا كانت الأسماء وكلهم محترفين وكلهم على مستوى احترافي كبير جدا إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النادي الأهلي بكرة إن شاء الله في أول خطوة للحضاشر يا أهلي بإذن الله طيب قبل ما أتكلم معاك بالتفصيل عن المباريات تعال أنا وأنت والسادة المشاهدين نشوف نتائج مباريات بطولة أبطال أوروبا اللي أقومت طبعا يوم الثلاثة ويوم الأربع وطبعا هم كانوا أربع مباريات طبعا أهم النتائج طبعا سبورت انجليش بوناب بيخسر على أرضه أمام المين سيتي بخماسية نظيفة بيتس جي بيفوز بصعوبة على ريال مدريد 1-0 في أداية الأخيرة والمفاجأة على كل المحاور سالسبورد طبعا ريد بول بيتعادل مع البايرن أو نقدر نقول البايرن بيتعادل مع سالسبورد 1-1 وليفربول بقيادة نجمينا المتقلق محمد صلاح بيفوز على انتر في الميلان 2-0 زي ما انت قلت ما فيش كلها نتائج متوقعة معادة نتيجة طبعا البايرن هنيجي المباراة البايرن لكن خلينا نتكلم الأول على مباراة مباراة كبيرة مباراة الانتر وليفربول طبعا كانت مباراة يعني اللي عايز يشبع تكتيك وعايز يشبع كورة وعايز يشبع أداءات فردية ممتازة وعايز يشبع يعني صراعات مدربين كان يدخل الماتش ده كده هادي ورايق هيشوف 90 دقيقة فعلا من أروع ما أنتج في الكرة الأوروبية السنية دي على الألال في الموسم ده ليه لأنه يعني شفنا الانتر في ثوب قوي جدا 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 غير مختلف في فرق يا كابت ان انت تحضر مباراةك صح فتلعب ماتش صح جدا للأسف أنا يعني هو نقصه التوفيق يعني للأسف بلغة الانتريست يعني المشجعين انتر ميلان ولغة سيموني انزاجي لما تبقى محضر ماتش قدام تقريبا أصعب فريق أو أكتر فريق معقد في أوروبا أو أكتر خط هجوم معقد في أوروبا وتلعب الماتش ده بالاتزان ده وكل دقيقتين بيحملوا بالنسبة لك فرصة خطرة للتسجيل وتبقى بس واقف على كوالد اللعيبة ممكن أو على التوفيق وتلعب مين كمان وتلعب مين بتلعب فريق كبير زي ليفر بول ما أنا بقول لحرارتك أعقد خط هجوم وأعقد فريق ممكن تلعبه حتى سيموني انزاجي قبل الماتش أنا لو بتمنى أي فريق من ال14 فريق اللي غيرنا وغير ليفر بول مش هتمنى ليفر بول يعني الآخر فريق كنت تتمنى ومع ذلك بإنتر ميلا اللعب الماتش بزكاء كبير جدا 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 كان ينقصه التوفيق في اللامسة الأخيرة وتوفيق جيكو ولكن زي ما احنا بنقول أحنا كرة القدم بتكون يعني مش ظالمة بس أحنا يعني 90 دقيقة يفرقه في تقييم الجماهير وتقييم النقاط يعني إيدن جيكو اللي كان البديل الأمسة للوكاكو العبقرية بتاعت إنتر ميلا اللي جايب 14 جون لحد دلوقتي مع إنه ما جاش مع إنه ما تدفعش فيه فلوس ولوكاكو بيعاني مع تشلسي وبيقدمش المستوى المنتظر منه يعني في 90 دقيقة كله بقى بيقول العكس تماما كله بقول يا لو لوكاكو كان موجود يعني يا ريت كان لوكاكو موجود فده ده 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 متعة كرة القدم على مستوى المدربين يعني على مستوى المدربين سيموني إنزاجي دخل ماتش أنا أنا شفت يعني الضغط المتوسط في التلت الأوسط من الملعب والشراسة في الافتكاك بالذات مبارح كان أرتروفي ده المميز جدا في الافتكاكات والتحول بسرعة جدا من بعدين حتى لما أليكسي سانشيز والزيكو لما بقوا يعني في التحولات بالذات في الشوت التاني كانوا خطرين جدا على مارمى ليفر بولو ولكن يورجين كلوب عرف يعني أنا حسيت أنه هو يعني لما حس بخطورة إنتر ميلا في الشوت الأول يعني رسم الشوت التاني وقطيا وعرف يعمل بالزبط اللي هو عايزه فلما جات الدقيقة 65-70 وشال جوتا ودفع بورقة روبيرتو فرمينو بعض الناس كانت بتنتقد أثناء المباراة يعني بعض الناس أثناء المباراة يعني جوتا موفق جدا وبيجيب براسه صحيح يمينه بشماله أهدفه التلت 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 على العكس على العكس فرمينو ما هدفش كتير السنة دي ولكن هو كان محتاج لعيب في الوقت ده ييجي بقى في الحتة اللي هو التلت الأوسط الانتر ميلا بيكسف الضغط فيه ويطلع منه دياز وصلاح يلعبوا بقى قريب جدا لمنطقة الجزاء ده مردوده كان هدفين في حوالي 20 دقيقة يعني هو ده تدخلات المدرد في المنشط الصعبة ليفربول مقدمش المنشط اللي كان مثلا فيه يعني إعصار الهجوم المنتظر منه ولكن لما احتاج عناصره المهمة في منطقة الجزاء لقى فرمينو محمد صلاح ترجمة نانسي قنقر